ثلاثة قتلى من عائلة واحدة هي حصيلة اهتز على وقعها سكان قرية رمل ببلدية سلمحجوب بالمدية الضحايا لقوحت فهم بمسكنهم إثر اختناقهم بغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة حسب ما أعلنت عنه مصالح الحماية المدنية بعين المكان نداء من طرف مواطن على الساعة 11 و33 دقيقة تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية بسلمحجوب لأجل اختناق عائلة في المكان المسمى الرمل بلدية دائرة سلمحجوب وعلى إثر ذلك تم خروج النجدة المتكونة من اثنين سيارات إسعاف وشاحنة الإطفاء عند الوصول إلى عائلة المكان وإجراء عملية التعرف تبين بأن هناك عائلة مختنقة متكونة من ثلاث ضحايا ضحايا منهم الأب والأم وابنة صغيرة أخو الضحايا عيش الواقعة وروا لميكروفون الشروق قصة ما حدث جويل حديش الطفل مضاري يروح مضاري يخرج يروح يقيت الأديداء ستيعوا في الكروة العجوزة ماشية نعيط له قلت له يا ما طفل رحمة خرش الأديداء ستيعوا هنا رحمة ناضشة منها عيطة الكامل خوية عيطة عياله كانت هنا مرتوكات الدورة هنا رحت الطبطب فتاقة ياريتاج ياريتاج على طفل صغيرة ياريتاج 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 ويلو في غياب التوعية اللازمة عن كيفية استعمال الغاز وتوفير التهوية خاصة في غرف النوم يبقى هذا الأخير يحصد الأرواح كل عام بحلول فصل الشتاء